إلى المملكة المتحدة الآن حيث حوادث الطعن باتت عنواناً لحوادث متكررة هناك في الأوينة الأخيرة فهجمات السكاكين التي تنترج في خانة الإرهاب الرخيص تعود إلى المشهد البريطاني مقتل شخص وإصابة سبع بينهم اثنان في حال الخطر في مدينة بيرمينغام وسط البلاد لماذا العجز بريطانياً عن وقف هذا النوع من الهجمات وأي قرارات وإجراءات مطلوبة لحماية البريطانيين مع الزميل يوسف الشريف قراءة في حلقات بريطانيا الكثيرة مع حوادث الطعن مساء الخير يوسف كما أشرنا تكررت هذه الحوادث في أكثر من مرة هي مختلفة هي ليست كلها لا يمكن وضعها في نفس السلة على ما يبدو هذا الحادث الأخير السلطات تستبعد أن يكون له دوافع إرهابية ما الذي يجري في بريطانيا لماذا تتكرر برأيك حوادث الطعن نعم مهند الحادث الأخير حير الشرطة التي تستبعد أن يكون الهدف إرهابياً لكن أيضاً تستبعد أن يكون عمل مافيا أو شيء آخر لكن فعلاً هذا التسلسل هذا ما يحدث هو يشير إلى أنه في بريطانيا في مشكلة في موضوع استخدام الأسلحة البيضاء والاعتداء على الأشخاص دعنا نستعرض ما حدث سابقاً بعض الأمور التي نستعرضها سابقاً حتى نستطيع أن نستنتج ماذا يحدث اليوم في بريطانيا الشرطة البريطانية تبحث عن مشتبه به وحيد وراء سلسلة عمليات طعن شهدتها مدينة بيرمينغام وسط بريطانيا هجمات أسفرت عن وقوع ضحايا التحقيقات مستمرة حول الدوافع تؤكد الشرطة أنها تستبعد فرضية الإرهاب ما حدث في بيرمينغام يأتي بعد أشهر قليلة فقط على عمليات طعن في مدينة غلاسكو والسكندلندية وقبلها في ريدنغ حينها وصفت السلطات عمليات غلاسكو بالخطيرة والمروعة فيما ربطت عمليات ريدنغ بعمل إرهابي هذه العمليات تعيد إلى الأذهان هجمات أخرى مشابهة وقعت في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة لكن المشترك بين معظم هذه العمليات أن منفذيها يحضر بسجلات مسبقة لدى السلطات البريطانية ففي أوائل العام الحالي وقعت عملية في أحد الشوارع المزدحمة في لندن عندما طعن شخص عدد من المرة وتبين لاحقا أن المهاجم الذي قتلته الشرطة في النهاية قضى عقوبة في السجن لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية في أواخر العام الماضي نفذ شخص هجوما على جسر لندن الشهير تبناه تنظيم داعش فيما بعد وأعلنت الشرطة البريطانية أن المنفذ سجين سابق أدين كذلك بارتكاب جرائم إرهابية وهو ما دفع الحكومة البريطانية إلى تعديل القوانين لمنع الإفراج المبكري عن السجناء المدانين بالإرهاب خلال أعوام الماضية شهدت بريطانيا سلسلة هجمات إرهابية لعل أكثرها دموية كان عام 2017 تحديدا في مدينة مانشستر عندما استهدف رجل إرهابي حفلا غنائيا راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى وقد كشفت التحقيقات في وقت لاحق أن المنفذ هجوم مانشستر لم يكن مدرجا في سجلات بريطانيا لمكافحة الإرهاب لكنه اعتقل لارتكابه جنحا بسيطة في عام 2012 سنبحث في سجل بريطانيا فيما يتعلق بالهجمات بالأسلحة البيضاء معنا من لندن مستشار صحيفة الاندبندن البريطانية أحمد أبو دوح أهلا وسهلا بك أحمد ما الذي يحدث في بريطانيا هل سكوتلاند يارد هل التحقيقات عاجزة عن أن تفهم سبب تكرار هذه الهجمات على هذا المنوال هذا سؤال مهم أنا أعتقد أن بريطانيا تمر بمرحلة تاريخية فيما يتعلق بجرائم الطعن بالسكاكين لأنها تشهد زيادة غير معقولة وغير متوقعة على مدار ست سنوات إلى الآن وتقف الحكومات المتعاقبة والمسؤولين في الشرطة وفي أيضا وزارة العدل وفي النظامات المجتمع المدني عاجزة أمام فهم هذه القضية لكن في نهاية المطاف هناك عجز كبير سببه سياسة التقشف التي اتبعتها حكومة المحافظين منذ عام 2010 تجاه وزارتي العدل والشرطة حصل تقليص في ميزانية وزارة العدل بمقدار 40% وهذه الوزارة هي الوزارة المسؤولة عن إعادة تأهيل كل هؤلاء السجناء والمسجلين على قوائم الخطر والمشتبه بهم وزارة الداخلية والشرطة تم تقليص ميزانية بمقدار 20% وهذا كان له تبعات مدمرة على تجميع المعلومات عن الأشخاص الخطرين المراقبة لأكبر عدد من الأشخاص الذين من الممكن أن يقوموا بمثل هذه الجرائم وأيضا الشرطة المحلية المسؤولة عن القيام بكل ذلك المشكلة الثانية هو التفكير من قبل السياسيين في كيفية حل هذه المشكلة بمعنى أنهم يفكرون في السكين التي هي أداء أو وسيلة لتنفيذ الجريمة فقط هناك على سبيل المثال مقاربة قام بها أحد المسؤولين قال أننا يجب أن نركب أجهزة GPS في كل سكين يشتريها أي مواطن بريطاني وبالتالي نستطيع التوصل إلى المجرمين في وجهة حدوث الجريمة هذا تفكير إبداعي بالضبط أن الناس أثارت سخرية الكثيرين هنا في بريطانيا المشكلة أن هؤلاء لا يتحدثون إلى المراهقين وصغار السن والذين يقومون بهذه المشاكل والمشكلة الأخرى هو أن بوريس جونسون يريد أن يستخدم مسألة تمويل الشرطة كقفية انتخابية وسياسية وليست كمقاربة شاملة لمعالجة هذه الأزم طيب هنا إذا ما راجعنا سجلات بعض الذين قاموا بهذه العمليات نجد أنه ليس سهلا أن يمسك شخص عادي بسكين ويذهب ليقتل سبع أشخاص أو يطعن ثمانية أشخاص بالتأكيد له دراية بذلك خبرة في ذلك كان له سجل سابق هنا فيما يتعلق بالإفراج المبكر فيما يتعلق بهؤلاء الذين لهم سوابق هل تراجعت القدرة في ملاحقتهم متابعتهم هل ضعف الإمكانيات المالية هو ما يدفع الحكومة ربما للإفراج المبكر عن عدد من هؤلاء هذا كان قانون معيب أقرته حكومة العمال قبل ذلك لكنه قانون خاص بالإرهابيين الذين تم الحكم عليهم في قضايا متعلقة بالإرهاب خصوصا وطبعا في بعض القضايا لكن الخوف كان من هؤلاء الذين كانوا يقضون فترة عقوبة خاصة بجرائم إرهابية وهذه النقطة هي التي استخدمها بوريس جونسون بعد حادث جسر لندن الذي قام به عصمان خان الذي تم الإفراج عنه مبكرا قبل أن يتم فترة العقوبة وغير من خلالها القانون المتعلق بالإفراج عن الإرهابيين المشكلة هنا كما قلت أن مثل هذه الحالة التي ذكرتها بالتحديد وهو الإفراج عن المجرمين قبل فترة العقوبة كان استخدمها بوريس جونسون كورقة سياسية لكنه أهمل باقي الأسباب الهامة التي تؤدي إلى ذلك أحد هذه الأسباب هو أن هناك تفاوض كبير في الدخل هنا في بريطانيا وهؤلاء الشباب الصغار الذين يعيشون في مناطق فقيرة من السهل على العصابات المخدرات والعصابات الأخرى أن تجندهم في صفوفها بحثا عن مصدر دخل والتنظيمات الإرهابية أيضا طب اسمح لي أحمد هنا أيضا أسألك لأنه أيضا ليس شرطا الإفراج المبكر يعني إذا خرجنا من بريطانيا إلى فرنسا قبل يومين كان في تصريح لوزير العدل هناك أنه لديه مشكلة بأنه في آلاف المتهمين بالإرهاب سيخرجون من السجن لأنهم قضوا يعني فترات السجن يعني ليست عقوبات طويلة على ما نفهم من هذا التصريح في بريطانيا وأمريكا أو في فرنسا وأوروبا دخول السجن لتهمة إرهابية سيخرج من بعدها وهم ليسوا قلة كيف يمكن للحكومة أن تتعامل حتى مع هؤلاء بعدما يخرجوا لمنع عودتهم إلى تنفيذ عمليات أخرى هذه نقطة مهمة للغاية أنا أعتقد أنها تعيدنا مرة أخرى إلى النقطة الأساسية وهو الموارد الشرطة تحتاج إلى موارد لكي أولا تقوم بوضع هؤلاء الذين من المتوقع أن يخرجوا من السجون تحت رقابة دائمة ومتابعة دقيقة ثانيا أن يتم إعادة تأهيل هؤلاء قبل أن يسمح لهم بإعادة بالعودة والاندماج في المجتمع مرة أخرى المشكلة هنا أن صارت العدل في 2014 مثلا عندما تم تقليص ميزانيتها رحلت القضايا الخاصة بهؤلاء المتهمين في القضايا المتوسطة والقليلة الخطورة إلى القطاع الخاص تخيل شركات قطاع خاص تقوم بالجلوس مع هؤلاء وتعيد تأهيلهم مرة أخرى لماذا؟ لأن المؤسسات المسؤولة عن ذلك ليس لديها الموارد لكي توظف موظفين ويجلسنا مع هؤلاء ويحلوا قضاياهم الـ MI5 وجهاز مكافحة الإرهاب ليس لديه عدد الضباط الكافي لكي يضع هؤلاء على المراقبة لفترات طويلة وبالتالي هو يكون على علم بأن عثمان خان على سبيل المثال من الممكن أن يقوم بجريمة لكنه ليس لديه الضابط الذي من الممكن أن يراقب عثمان خان بعد خلال من السجن وبالتالي هذه معضلة كبيرة يجب أن تحل ويجب أن يحصل عليها توافق سياسي أولا ثم بعد ذلك ترفع ميزانيات هذه المؤسسات لكي تكون قادر على القيام بوظيفته المهم أنه ما يخرج أحد يقترح أن يضع جهاز GPS في كل هؤلاء المتهمين الذين سيخرج عنهم ربما كحل على كل أشكرك شكرا جزيلا من لندن مستشار صحيفة الانتبندنت البريطانية أحمد أبو دوح مهند الموضوع صعب فعلا المدخيل والميزانيات تقلص وهذه مشكلة كبيرة ويعني طالما أنه شارلك هولمز لم يعد موجودا ليساعد سكوتلاند يارد على حل المشاكل هو عليها أن تجد ضباط آخرين تدفع لهم وبالتالي عليها أن تنفق أكثر على موضوع الأمن في الداخلية ووزارة العدل كما كشف أحمد أبو دوح قبل قليل المشكلة في بعض هذه الحالات يوسف أنه ملاحقة ومراقبة الأشخاص من ذوي السجلات ومن ذوي السوابق قد تكون أسهل بكثير من مراقبة أشخاص يعني ليس لديهم أي سجلات أو أي إشارات تدل على أنهم لديهم نوايا للقيام بمثل هذه العمليات مسألة معقدة للغاية ولا شك أنه يعني سلطات الأمنية بحاجة إلى ابتكار ربما طرق جديدة للتعامل مع مثل هذه التالية غير وضع الجي بي أس في السابقين أكيد شكرا جزيلا لك يوسف شكرا جزيلا لك